السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا الفيديو لا أريد أن أطيل عليكم سأدخل في الموضوع مباشرة اليوم إن شاء الله سأعطيكم ثلاث نصائح لتعلم اللغة الإنجليزية أول نصيحة وهي الاستماع حاول أن تستمع إلى اللغة الإنجليزية بقدر المستطع فبدون الاستماع لن تستطيع استيعاب ما يقوله المتحدث لأن الكثير من الناس يستطيعون فهم الكلمات أو المقالات المكتوبة لكن عندما يأتي أحد ويتحدث معهم لا يستطيعون استيعابه أو فهمه لأنهم يقولون أنه يتحدث بسرعة وهكذا الأمر أو المشكلة هو في الاستماع فإذا استمعت أكثر كلما تطورت عندك مهارة الاستماع واستطعت أو أصبحت قادرا على فهم الأجانب أو المتحدثين الأصليين باللغة الإنجليزية فالاستماع يمكنك أيضا هناك الكثير من المصادر التي يمكنك أن تستعين بها من أجل استماع كمثلا بودكاست فيديوهات يوتيوب الموسيقى الأفلام إلى آخره النصحة الثانية أصدقائي وهي القراءة القراءة تساعدكم على معرفة أو فهم المفردات فمثلا أنا سأأخذ هذا المقال هذا ليس مقال هذا فقط أنا الآن أراجع لدروس القواعد لديه امتحان فمثلا سنعتبر أن هذا مقال سأقوم بقراءة المقال فسأكتشف مفردات جديدة يعني القراءة تساعدك على اكتساب مفردات جديدة فمثلا سأأخذ هذه الكلمة نيويورك is our largest city so new york هي مدينة هي مدينتنا الكبيرة so largest city سأستطيع أن أفهم أن largest city هي المدينة الكبيرة وها أنا قد استفت معلومة أو مفردة أستطيع أن أستخدمها في المحادثات النقطة الثالثة أصدقائي وهي الممارسة الممارسة ستساعدكم على تكلّم باللغة الإنجليزية بطلاقة فسأستثمر أو سأستخدم ما قرأته في المقالات أو ما قرأته في النقطة الثانية وفي النقطة الأولى يعني عندما أقوم بالمحادثة مع أجنبي ستصبح لدي القابلية في الاستماع سأستمع إلى الأجنبي وسأحاول أن أستخدم المفردات أو المصطلحات التي درستها فهنا تكون قد أنهيت مصار التعلم في اللغة الإنجليزية أعتقد ومن وجهة نظري هذه هي أفضل طريقة لتعلم اللغة الإنجليزية أتمنى أن ينال الفيديو أعجابكم دمتم في أمان الله نلقاكم في فيديو آخر أحبكم مع السلامة